الفوائد الصحية والعلاجية للماء الساخن للدكتور فارس الحجري مواطن من سلطنة عمان الشهادات الثبوتية لمستفيدي العلاج بالماء الساخن وفوائده الصحية والعلاجية للدكتور فارس الحجري وأفراد أسرته تقرير اللجنة الطبية بمستشفى الشرطة عمان السلطنية بسلطنة عمان بشفاء دكتور فارس الحجري من أمراض الربو والصدع النصفي وألام أسفل الظهر وحساسية الجيوب الأنفية بالماء الساخن بدون أدوية تقرير طبي نشهد بأن الفاضل فارس بن راشد بن سالم الحجري كان مريضنا في مستشفى شرطة عمان السلطنية منذ عام 1998 وخلال السنوات الخمسة الماضية وجد أنه يعاني من المشاكل الصحية التالية واحد إصابات متكررة للربو القصبية اثنان ألام أسفل الظهر ثلاثة إصابات الصدع النصفية أربعة التهاب الجيوب الأنفية على مدى العامين الماضيين كان يأخذ الماء ساخن دون أي أدوية ولم يصاب بأي إصابات للربو أو الصدع النصفية أو ألام أسفل الظهر أو حساسية إلدهاب الأنفة وقد تحسنت حالته الصحية بشكل هائل وأصبحت الآن بدون أعراض صحية في 2008 حضر المريض لإجراء فحص الطب كامل عندما وجد وزنه 99 كيلوغرام وضغط دمه 140 على 80 سريريا لم تظهر له أي شذوذ قياس الهيمغلوبين لديه كان 14.5 ملم وفحص البول الروتيني طبيعي وسكر الصائم 5.6 مليمول على لتر وحمض الليوريك 408 ميكرو مول على لتر ووظائف الكبد وملامح وظيفة الكلية جميعها طبيعية الدهون الثلاثية بروتين دهني عالي الكثافة وبروتين دهني منخفض الكثافة والكوليسترول واختبارات وظائف الغدة الدرقية وجميع الفحصات في حدود العادية صدر هذا التقرير بناء على طلب المريض وليس توصية للعلاج في الغارج الدكتور المقدم أحمد الصبري رئيس اللجنة الطبية الدكتور باتا تشارجي طبيب استشاري إصابة دكتور فارس الحجري بمعرض الصدفية وشفائه من خلال العلاج بالماء الساخن كما تبين في الصورة الأولى في عام 2009 من شهر ديسمبر وفي الصورة الثانية بعد خمسة أشهر في مايو 2010 وفي الصورة الثالثة أدنى بعد ستة أشهر في شهر يونيو عام 2010 بينما 7.5 إلى 8.5 مليون شخص في الولايات المتحدة مصابون بالصدفية و125 مليون شخص في العالم مصابين بمعرض الصدفية وحتى الآن في الطب الحديث لا يوجد علاج للصدفية شفاء زوجة الدكتور فارس الحجري من الكوليسترول بواسطة العلاج بالماء الساخن كما يتبين في التقرير الطبي في الجهة الأيمن رقم واحد فالكوليسترول في مارس 2005 وصل إلى 7.44 أي مرتفع للغاية وبعد خمس سنوات من إجراء فحص الطبي من الفحص الطبي الأول ومعظبتها على البرنامج الصحي والعلاجي لطريقة تناول مصابين انخفضت نسبة الكوليسترول إلى معدل طبيعي بمعدل 5.27 إصابة ولد الدكتور فارس الحجري البالغ من العمر 14 سنة بسعفة القدم ما يسمى القدم الرياضية وشفائه خلال 6 أيام بواسطة العلاج بالماء الساخن هنا استخدم العلاج بكمادات الماء الساخن وكما تبين في صورة الجهة الأيمن رقم واحد بتاريخ 1.9.2012 وبعد 6 أيام كما تبين في صورتين في الجهة الأيسر برقم 2 بتاريخ 7 سبتمبر عام 2012 خلوه بالكامل وشفائه بالكامل من سعفة القدم أي القدم الرياضية إصابة دكتور فارس الحجري بتوصف أي ما يسمى بتقشير الجلد وشفائه خلال 6 أيام بواسطة العلاج بالماء الساخن وبالتحديد من خلال العلاج بكمادات الماء الساخن وكما تبين في صور ثلاثة برقم واحد الجهة الأيمن بتاريخ 14.8.2014 وفي الصورة الثانية بعد يومين بتاريخ 16.8.2014 بدأ كلوه من هذه المشكلة ثلاثة صور في الجهة الثالثة بجهة الأيسر أي برقم 3 بتاريخ 20.8.2014 أي بالتحديد بعد 6 أيام شفائه بالكامل من هذه المشكلة الصحية التي واجهت دكتور فارس الحجري ارتفاع نسبة الهيموغلوبين في الدم لوالد زوجة الدكتور فارس الحجري خلال 4 أشهر بواسطة العلاج بالماء الساخن كما تبين في صورة تقرير طبي صادر من مستشفى خاص بدر السماء بصورة رقم واحد بتاريخ 15.1 عام 2008 فكان هيموغلوبين الدم 9.1 وبعد 4 أشهر في الصورة الثانية الرقم 2 بالجهة الأيسر ارتفع نسبة هيموغلوبين الدم إلى 11 بتاريخ 18 ميسا مايو عام 2008 والهيموغلوبين وظيفته أن ينقل الأكسجين في جميع الخلايا شفاء ابن دكتور فارس الحجري البالغ من العمر 9 سنوات من الحمل قرمزية خلال 4 أيام كما تبين في مجموعة الصور في الجهة الأيمن بتاريخ 12.2 عام 2012 ومباشرة بعد 4 أيام أي بتاريخ 16.2 عام 2012 في الجهة الأيسر مجموعة الصور كما تبين خلوه بالكامل من إصابته من الحمى القرمزية وبالتالي صدر تقرير طبي بشفاء ابن الدكتور فارس الحجري البالغ من 9 سنوات من الحمى القرمزية خلال 4 أيام بوسطة العلاج بالماء الساخن بدون أدوية كما تبين في التقرير المعتمد من الطبيب في الجهة الأيسر في التقرير باللغة الإنجليزية الصادر من مستشفى السلطاني هذا الطفل البالغ من العمر 9 سنوات تم تحويله من مركز الصحي من مع أربعة أيام لإصابته بالحمى والتهاب الحلقة ويومين من الطفحة الجلدية لا توجد سجلات عن تناوله الأدوية طبعا الطبيب وصف له أدوية كما وارد في التقرير البنسلين وهي مضادات حيوية بمعدل 125 ميلي غرام وطبعا 5 ميلي لتر 250 ميلي غرام لمدة 10 أيام الطفل لم يستخدم الأدوية وبعد أربعة أيام من استخدام العلاج بالمأساخن ورجوع إلى المستشفى فكتب الطبيب هذا التقرير في صورة التقرير الوارد في صورة الجهة الأيمن والذي ورد كما يالي جاء المريض في 2022 عام 2012 مرة أخرى إلى جناح الحوادث والتواريه طبعا بنفس المستشفى المستشفى السلطاني بسلطنة عمان لم يمنح والده المضادات الحيوية نتيجة إصاباته بالتهاب الحلق الذي ورد من نموع الأقضية المقيحة وقال أنه عالجه مع المأساخن فقط وتبين المريض في حالة جيدة مع الفحص العادي الآن التقرير الوارد بجهة الأيسر إصابة دكتور فارس الحجري بالربو عام 2003 هذا التقرير احتفظ به دكتور فارس الحجري بعد إصاباته بالربو وتبين واكتشف ذلك في مستشفى السلطاني في عام 2003 قبل تبعا يكتشف العلاج بالمأساخن فحص الطب الشامل دكتور فارس الحجري عام 2009 وكما تبين في صورة في التقرير الوارد في الجهة الأيمن برقم واحد كما تبين في التقريرين في الجهة العيسر والأيمن رقمي 2 و3 طبعا هذا تكملت للفحص الطبي للدكتور فارس الحجري عام 2009 طبعا بعد عامين من استخدام العلاج بالمأساخن طبعا اكتشف الدكتور فارس الحجري العلاج بالمأساخن في عام 2007 وبالتحديد في الشهر أغسطس وطبعا كما تبين في التقرير جميع فحصات طبية جميع طبعا بمعدل طبيعي كما تبين أمامكم في التقرير الطبي سواء من كرية الدم البيضاء والبلاد سيلز WBC, RBC, Red Blood Cells أي كرية الدم الحمراء وإلى آخر كلها ذلك بمعدل طبيعي وطبعا هذا تكملت لتقرير طب الشامل الذي أجرها الدكتور فارس الحجري في عام 2009 كما تبين هذه التقرير صفحات متتالية 4, 5, 6, 7 هذا تقرير طب الشامل لجميع فحصات الجسم تشمل طبعا كل الفحصات الطبية دون أي استثناء وطبعا كما تبين أمامكم جميع فحصات الطبية في معدل طبيعي فحص الطب الشامل دكتور فارس الحجري يناير عام 2014 كما تبين في تقريرين برقمي الأول 1 و2 تبعا خلوه بالكامل من جميع الأمراض وفحصات طبية تبعا دكتور فارس الحجري مع جميع أفراد أسرته يعملون على إجراء فحصات طبية دورية وهذا تقرير يدل على فعلا خلوهم بالكامل من أي أعراض صحية أو مشاكل صحية أو أي مرض أو التهاب وكما تبين تبعا جميع فحصات طبية دون أي استثناء التي أجرها دكتور فارس الحجري في عام 2014 وكما تبعين في التقرير في الرقم 2 على سبيل المثال الجلوكوز وهو سكر الدم في معدل طبيعي أي 5.1 مليمول على لتر أو بمعدل 91.8 مليغرام على ديسي لتر كما تبين هنا تكملة للتقرير الفحص الطبي للدكتور فارس الحجري الذي أجرح في عام 2014 في الجهة الأيمن من الشاشة برقم 3 أي صفحة ثالثة تكملة للفحص الطبي كما تبين أمامكم خلوه دكتور فارس الحجري خلوه بالكامل من جميع أعراض الصحية وأي التحبات وأي مرض وتمتعي بصحة وفيرة بالكامل طبعا هنا في عام 2014 بعد مضيع سبع سنوات من اكتشافه العلاج بالمأساخن وهو في شهر أغسطس عام 2007 وبالتقرير الوارد في جهة الأيسر هذا طبعا عبارة عن فحص سكر الدم لزوجة الدكتور فارس الحجري في شهر يناير عام 2014 وتبعا بمعدل طبيعي كما تبين أمامكم في شاشة هذا تكملة لتقرير طب لفحص الطبي لزوجة دكتور فارس الحجري لسكر الدم وحتى التراكمية وكما تبين أمامكم وهي تتمتع بصحة وفيرة وحتى تاريخي وفي عام 2014 كما تبين أمامكم في تقرير الطبي أمامكم كل فحصات طبية بشكل طبيعي جدا فحص الطبي شامل ولد الدكتور فارس الحجري وقيس في شهر يناير عام 2014 فحص الطبي الشامل كما ورد أمامكم في تقرير في الجهة الأيمن صفحة الأولى وصفحة الثانية في الجهة الأيسر كما تبين تقرير الشامل في جميع فحصات طبية اتضحة بمعدل طبيعي للغاية وفي هذه الصفحة في جهة العلوية هي تكملة صفحات القبل خاصة بتقرير طب الشامل لولد الدكتور فارس الحجري قيس قيس الحجري في شهر يناير عام 2014 كما تبين أمامكم كل فحصات طبية جميعها في معدل طبيعي وطبعا كما تبين في الشاشة في جهة الأسفل تقريرين هذا عن تحسين نظر دكتور فارس الحجري دكتور فارس الحجري كان يستخدم يستخدم عدسات العسقاء والفترة طويلة ونظرة طبية طبعا في شهر أبريل 2011 أراد الدكتور فارس يختبر ويأخذ تجربة العلاج بالماء الساخن من خلال فوائد بخار الماء الساخن ومعدل يوميا 4 دقائق يستنشق بخار الماء الساخن واكتشف فعلا تبين طبعا هو كان مؤمن بأنه ستكون هناك نتائج طبية جيدة في معدل تحسين النظر وكما تبين قبل الإجراء هذا العلاج ببخار الماء الساخن في شهر أبريل عام 2011 في العين الأيمن 5.5 طبعا سالب والعين الأيسر 4.75 وفي شهر سبتمبر عام 2012 عاد مرة أخرى لعمل فحص النظر وتبين تحسن بمعدل جهة الأيمن 4 ناقص وجهة الأيسر للعين الأيسر 3.5 أي انخفض بمعدل جهة الأيمن 1.5 درجة وفي العين اليسر بمعدل 1.25 من 100 هذا طبعا تحسن كبير وبعد ذلك راد الدكتور فارس الحجر يواصل أبحاثه للإثبات العلمي كيف دور العلاج بالماء الساخن في تحسين النظر وكما التواصل باختصار هناك أبحاث التواصل إليها فإن القرنية لا تعتمد على الأكسجين لا تأخذ الأكسجين من أنسجة دموية تواصل الأكسجين للقرنية فالقرنية تعتمد على الأكسجين من الغلاف الجوي وبذلك العين يتأثر من الأطربة وتلوث البيئة وإلى آخر مواد كيميائية وبعد فترة تحدث تبقى في العين في القرنية وهي التي تؤدي إلى بداية تفاقم الوضع وبداية ضعف النظر وبعد ذلك قد تحول إلى مراض العيون الأخرى لذلك العلاج ببخار المأساخ له فوائد الصحية عديدة جدا بما فيه تحسين النظر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يرجى التكرم بالآتي تسجيل اشتراكك بقناة اليوتيوب الخاص لدكتور فارس الحجري نشره على الآخرين ليستفيدوا كذلك تسجيل ملاحظاتك تسجيل تجربتك فهناك الكثير ممن يؤمن بتجارب الآخرين تسجيل 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 اشتركوا في القناة